وكان رئيس الجمهورية سيد محمد والشيخ الغزواني قد غادر موكشوت صباح اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في أشغال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد يوم غد الجمعة بشدة ودعى رئيس الجمهورية بمطار الوكشوت الدوليوم التونسي من طرف الوزير الأول سيد محمد بل بلال مسعود والوزير الأمري العام لرئاسة الجمهورية والوزيرة المستشارة برئاسة الجمهورية وعدد من عضاء الحكومة وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية وولي الوكشوت الغربية ورئيسة جهة الوكشوت ويرافق رئيس الجمهورية وفد يضم كل من السادة الدكتورة مريم محمد فاضر الده السيدة الأولى محمد سالم المرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج سلم المحمد مبادي وزير المالية إسماعيل والشيخ أحمد مجير ديواني رئيس الجمهورية سيد عالي سفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية سيد محمد عبد الله سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية ومنذ بها العام لدى جمعة الدول العربية أحمد باه الملقب حميدة مستشار برئاسة الجمهورية سيد محمد والسيد جعفر مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية سيد محمد والسيد جعفر مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية صالح والده ماش مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية الحسن والأحمد المدير العام لتشريفة الدولة شكرا